واقتصادياً أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لدور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وخلال افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتي تقام بمدينة شرم الشيخ أضاف الرئيس المصري بأن القاهرة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة تقديرنا للبنك والدور الكبير الآم بي خلال الثمان سنوات والمستوى اللي وصله في فترة زمنية ما تعتبرش كبيرة عشان يبقى تقريباً تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة أو بمحفظة تصل لمئة مليار دولار وطبعاً والتصنيف من وكالات من فتشي على سبيل المثال أن البنك بياخد تريبل إي مع نظرة مستقرة مستقبلية بالنسبة طبعاً لتعاون البنك مع مصر أنا بسجل برضو تقديري ليه هنا نحن بنكلف في محفظة السنوية تصل للواحد وثلاثة من عشر مليار دولار والحقيقة بنتطلع للمزيد اشتركوا في القناة